وكل الرؤساء وكل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وكل مستلي وقيادات المجتمع المدني السلام عليكم وأقول في هذه المناسبة لقد لقينا بالغ الحزني والأسى نبأ استشهاد الشهيد خليل إبراهيم وكنا ما بين مكذبين ومصدق إلى أن صدق الخبر وقلنا لقد صدق الشهيد وعدا أسمح لي كذلك في هذه اللحظة أن أقول إليكم تعاذي وتعاذي الأخ من أبكم يناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان وكل قيادات حركة جيش تحرير السودان وكل أعطاه حركة جيش تحرير السودان في هذا النصاب الجلل هو استشهاد دكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدم والمستوى السودانية وكذلك يسمحوني ونيابة عن مكتب حركة جيش تحرير السودان بالمنبج المتحدة وإيرلندا أن نعدي في حب هذا التأمين إن شاء الله الحقيقة الشهيد دكتور خليل إبراهيم معروف بنضالاته ومعروف بمرؤاته ومعروف بشجاعاته ومعروف بقوته ومعروف بأنه لا يخاف الموت حتى وأصبح هو الموت صديقان الدكتور خليل كان دائما في كافة المواطن الخطر أينما وجد الخطر فإنه كان يوجد الدكتور خليل كان الدكتور خليل أحد زعماء المهمشين وقد عاش عيشة عطرة واستشهاد استشهاداً قوياً سيظل لوحة خالدة في تاريخ النضال السوداني الدكتور خليل وهو شهيد وقدم روحه العالية والقوية رخيصة في داء هذا الوطن ويقيننا أن نذكر في هذا المقام وفي حفل التأمين هذا ثلث من الشهداء على سبيل المثال للحصر الشهيد عبد الله بكر القائد العام لحركة جيش سحرين السودان والشهيد الجد ساغور والشهيد محمد شين والشهيد خالد عيسى ونذكر كذلك الشهيد أبراهيم الزبيدي والشهيد يوسف قوة مكي والشهيد محمد توتو وشهداء ثورة رمضان الضباط الثمانية وعشرين وشهداء كجفاء وهناك عدد كبير من الشهداء الذين داخلهم من أجل هذا البلد واستشهدوا في معركة الكرامة الوطنية وهو تاريخ طويل من الضبالات ومن الاستشهادات لا بد أن نذكرهم لذلك وإننا نثمن وقد تقبلنا هذه الدعوة في تأبين الشهيد واعتقدنا أنها تكون مناسبة طيبة لجمع الشعب السوداني والقوة السودانية حول عملية الإسراع في التغيير إن ردنا على اختيال الشهيد والرد الحقيقي بتوحية والمعارضة السودانية تقديم درس قوي بالإنقاذ يسقط النظام ويزيحه إلى الأبد ويمكن من دولة الكرام الإنسانية ودولة الحريات الشهيد خير ابراهيم محمد رئيس حركة العدم المساواة السودانية وبتوقيع الحركة على تحالف الجبهة الثورية السودانية قد أعطاها دبعات ودبعات ودبعات قوية إلى الأمام وتحالف الجبهة الثورية السودانية هو حلم حلم كنا لعيشوا نحن في الحركة السياسية السودانية هو الحلم المفقود هو الحركة المفقودة للحركة السياسية السودانية يمثل القلب تماما بالنسبة للجسم فهو الجسم المصادم وهو الجسم المسلح وهو الجسم الذي مضى وخلال فترات طويلة بكمية كبيرة من التجربة وكمية كبيرة من الانتصارات وكمية كبيرة من وحتى أصبح حتى أصبح بربعا بربعا بالنسبة للنظام إننا ننتهيز هذه الفرصة كذلك لننجد كافة القوة السياسية ننجد كافة القوة السياسية بأننا ندعم ندعم كافة كافة أشكال التغيير المسلحة التي تنتهيها القوة السياسية في لإسقاط هذا النظام وكذلك في نفس الوقت نطالب القوة السياسية بدعم وسائلنا لتحقيق إسقاط نظام الإنقاذ بكل الوسائل المتاحة إن شاء الله الفقد جليل وننتهي هذه الفرصة كذلك لنعزي أسرة الشهيد أبنائي وبناتي وزوجتي زوجتي نعزي كذلك شقيق الشهيد دكتور جبريل إبراهيم وخليل إبراهيم ليس فقد فقد لحركة العدم المساواة وحدها خليل إبراهيم وتقييدنا نحن وشهيدنا نحن في التحليل خليل هو شهيد الحركة الثورية السودانية تحالف كاردا وخليل هو تحالف المعارض السودانية وخليل هو شهيد الكافة المؤمشين في السودان فلذلك يجب حقيقة وحتى نرضي روح الشهيد أن نكمل برنامج الشهيد أن نكمل برنامج الشهيد في إصحاب النظام في أخرب وقت والله نضع عدد من التكوكونات أو لقد بلغ السيل الزبا لقد بلغ السيل الزبا ولسنا نحتاج إلى عدد كثيرا من الشهداء حتى حتى نتعلم ونفقد الكثير أنا في هذه اللحظة نقول أن الفقيد الشهيد غليل هو أمر جلل وإن شاء الله نواصل في الضمامج الذي اختطه الشهيد في ناحية إسقاط النظام وتأسيس بلد الكرامة الثانية والعدالة شكرا شكرا وشكرا شكرا وشكرا وشكرا شكرا